للمتابعة والتحليل ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد لقمان سليم سيد لقمان نتذكر عندما ضرب مطار الشعيرات كان الحديث عن المصار السياسي حينما دخلت تركيا في الشمال السوري كانت الدعوات للمصار السياسي حتى بعد الضرب المشتركة الثلاثية ندعو الآن إلى المصار السياسي أسؤال هنا سيد لقمان ما هي قيمة المصار السياسي إذا كانت سوريا معرضة أصلا للضرب وفي أي وقت؟ مساء الخير أولا شكرا على هذا السؤال ولكن قبل الإجابة علينا أن نوصف بعض الشيء هذه القمة التي هي مدعاة للكلام مجددا على حل سياسي هذه القمة الروسية التركية الإيرانية هي في واقع الحال قمة لم الشمل وهو شمل كما نعرف جميعا تفرقا شديدا بعد دومة وبعد الضربة التأديبية التي تلقتها سوريا وبالتالي فهذه الكلام الذي يأتي اليوم عن حل سياسي من طرف ثلاثة جهات ليست متفقة إلا على سياساتها الأنانية لا يمكن أن يكون له قيمة حقيقية وهو إذ يشكل من قيمة ما فهو يشكل مخرجا من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها هذا التحالف الثلاثي هذه المقطة هي محل السؤال يا سيد لقمان الخلافات السياسية بين ثلاثي سوريا تركيا إيران وروسيا لا يمكن أن يؤثر على اعتماد الحلول السياسية التي من الأساس لا نعلم أليتها بعد يعني تماما أنه كما لاحظنا من خلال التقرير ومن خلال متابعة هذه القمة فلقد كان هناك تركيز كبير على أستانا ولكن كلنا يعرف أن مفاوضات أستانا هي في نهاية المطاف مفاوضات ذات طبيعة تقنية بالدرجة الأولى وليس ذات طبيعة سياسية روسيا حاولت أن تشتريح حلا سياسيا من خلال مؤتمر سوتشي ومؤتمر سوتشي كان فشلا ذريعا وبالتالي أظن بأن أي كلام اليوم عن حل سياسي هو فقط من باب رفع العتب ومن باب الإبقاء على ماء الوجه لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة أكدوا خلال الأسابيع الماضية تمسكهم بجناف بـ 2254 بمسار سياسي يكون تحت مظلة الأمم المتحدة ولا يكونوا تحت مظلة أطراف لهم مصالح أنانية في سوريا نقطة مهمة سيد لقمان موسكو اتهمت واشنطن بمسألة الرغبة في تقسيم سوريا ألا تتناقض هذه الاتهمات مع دعوة موسكو دوما للتنصيق مع واشنطن والحوار تماما هي تتناقض ولكن هذا أحد خافا نسميه أحد تناقضات موسكو التي لا تكف عن طرح الاقتراحات بما فيها التي تتراجع عنها وبالتالي أظن بأن موسكو اليوم تجد نفسها محرجة بعض الشيء لأنها من جهة تدعو إلى الحل السياسي ومن جهة أخرى تجد نفسها في مركب واحد مع النظام الذي فعليا يثبت اليوم تلو الآخر بأنه لا يؤمن بالحل السياسي ولا يريد الحل السياسي إذن موسكو اليوم عمليا أولا تجد نفسها في تناقض مع طروحاتها وتجد نفسها في حالة تنازع مع إيران بشأن النظام السوري نفسه شكرا جزيلا إلى دعم هذا النظام ولكن دون أن يورطها فيما لا تريد السيد لقمان سليم الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من بيروت شكرا جزيلا على ما تفضلت بك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر